اهلا بكم الى اخر نشرتنا الاخبارية لهذا اليوم من التلفزيون العربي في لندن قالت قوات سوريا ديمقراطية ان ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية شن هجوما واسعا على مواقعها في قرية عايد كبير والمشيرفة غربية مدينة الطبقة في رف الرقة يأتي ذلك بعد وقت قليل من اعلان القوات الكردية سيطرتها على المدينة من جهة اخرى علن تحالف دولي ضد تنظيم الدولة تسريع عمليات ارسال اسلحة الى وحدة حماية الشعب الكردية في سوريا وقال المتحدث باسم التحالف العقيد جون دوريان ان جزءا من العتاد موجود اصلا في الميدان ويوزع بشكل سريع جدا وذلك استعدادا لمعركة الرقة بعد اكثر من خمسين وين المعارك والقصف فسقطت الطبقة وحدات حماية الشعب الكردية اعلنت سيطرتها على المدينة بعد انسحاب مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية منها حيث يقوم مستلحون الاكراد بعملية التمشيط للاحيات سحبة منها التنظيم خلال الايام الماضية كما اعلنت رحضات الكردية سيطرتها على سد الفرات الاستراتيجي قرب طبقة في سوريا معارك الطبقة التي انطلقت في اواخر شهر اذار مارس الماضي اسرت عن دوار هائلا بالمدينة كما اجبرت سكانها على النزوح والاقابة في ظروف انسانية بالغة الصعوبة وتأتي سيطرة الاكراد على طبقة في اطار عبنية غضب الفراد الرابية للسيطرة على مدينة الرقة اخر معاقل تنظيم الدولة في سوريا وتعتبر مدينة الطبقة البواب الرئيسية من جهة الغربية لمدينة الرقة اذ بات تنظيم الدولة محاصرا في المدينة وليس لديه سوى ممر المئين على نهر الفراد للدخول والخروج من الرقة وفي اطار التحضيرات لمعاركة الرقة اعلن الجيش الاميركي تسجيع عملية تسليح المقاتلين الاكراد بالاسلحة اللازمة لسيطرة على المدينة لكن تركيا ابدت انزعاجها ومعارضتها لعملية التسليح التلك كونها تعتبر حدات الكردية منظمة ارهابية وان ذلك يمث تهديد لامنها القومي قال المبعوث الدولي الى سوريا ستيفان ديمستورا ان هناك نقاشات تجري بشأن توسيع مناطق التهديئة في سوريا واضح ديمستورا ان مناطق التهديئة هي مرحلة انتقالية لتهديئة اشمل في البلاد مشيرا الى ان قضية المعتقلين في سجون النظام ستحل قريبا على حد وصفه ان ملف المعتقلين والمفقودين بشكل عام قد تم التفاهم عليهم اذ سيتم اطلاق صراحهم قريبا وقد تم حل هذه القضية بشكل اسرع مما كنت اتوقع من جانبه قال مستشار الامم المتحدة لشؤون الانسانية في سوريا يان ايغلاند ان الامم المتحدة لا يزال لديها مليون سؤال بشأن الاتفاق الذي ابرمته روسيا وتركيا وايران الاسبوع الماضي والخاص بسوريا الان روسيا وتركيا وايران ابلغتنا اليوم وامس انها ستعمل بشكل منفتح ونشط للغاية مع الامم المتحدة والشركاء الانسانيين لتطبيق هذا الاتفاق لدينا مليون سؤال ومخاوف لكن اعتقد اننا لا نملك الرفاهية التي تملكها بعض الاطراف في التعامل ببرود ولا مبالاة والقول ان الاتفاق سيفشل في شأن الفلسطيني تراجعت حركة فتح عن قرارها الزام اسر الحركة في المعتقلات الاسرائيلية بخوض الاضراب المفتوح عن الطعام الذي يقوده قرابة 1600 اسير فلسطيني لليوم الخامس والعشرين على التوالي وافادت هيئة شؤون الاسر الفلسطينيين ان المضربين يعانون من الضعف والهزال الكبيرين الى جانب الام مختلفة وفقدان الوعي وتقيئ الدم مضيفة الى ان بعض الحالات دخلت مرحلة الخطر الشديد ومع دخول اضراب الاسر الفلسطينيين يومه الخامس والعشرين تزداد حالة الغلايان الشعبي الذي قرر تكثيف فعالياته بكل اشكالها المزيد في سياق التقرير التالي مع دخول اضراب الاسر الفلسطينيين يومه الخامس والعشرين تزداد حالة الغلايان الشعبي الذي قرر تكثيف فعالياته بكل اشكالها إسناداً لدويه خلف القطبان تلبية لدعوة القوى الوطنية والشعبية الفلسطينية التي اعتبرت اليوم يوم غضب فلسطيني توجه العشرات من الفلسطينيين من بينهم شباب وشابات إلى مناطق التماس للاشتباك مع قوات الاحتلالة كما نرى هنا في حاجز مستوطنة بيت إيل شمال مدينة البيرة حيث تدور مواجهات عنيفة هنا أصيب عدد بالرصاص المعدني المغلف المطاط وكانت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين قد أوضحت أن الأسرى المضربين يعنون من الهزال والإغماء المتكرر وأن بعضهم يتقيع دما ودخل مرحلة الخطر الشديدة من جانبها ما تزال إدارة سجون الاحتلال تتعنت إزاء تحقيق مطالب الأسرى أو حتى مفاوضتهم بشر صغير التلفزيون العربي رامالله ينضم إلينا من رامالله الدكتور والناشط الحقوقي السائد البليسي سيد سائد مرحبا بك الأسرى المضربون عن الطعام يدخلون يومهم الخامس والعشرين والتقارير الواردة تفيد بأن هناك خطر كبير يتهدد حياتهم ما هي الأخطار التي يتعرض لها الأسرى في حال استمرارهم في الإضراب نعم في البداية مساء الخير لك ومساء الخير للمشاهدين نحن كما قلت في اليوم الخامس والعشرين في إضراب الأسرى عن الطعام هذه المرحلة هي المرحلة الثالثة أو تعد من المرحلة الثالثة في خطورتها هذه المرحلة نقول بأن الأسرى قد دخلوا مرحلة الخطر في هذه الفترة يبدأون من المعاناة من ألم شديد في المعدة الشعور بالجوع الشديد الهزل التام بعضهم لا يستطيع الوقوف والمشي لقضاء بعض الحاجات هناك ألم شديد في المفاصل مع الضمور والتشنجات في العضلات منهم من قد يعاني من فقدان بسيط للوعي بين الفينة والأخرى منهم أيضا من قد لا يعاني من التقيق الشديد المستمر وأيضا من لا يتحكم بحركة العين وممكن أن يكون هناك أيضا إزدواجية في الرؤية هذا من جهة من جهة أخرى ممكن أن تتطور الأمور في هذه الفترة وتحدث بعض المضاعفات كأن يحدث فشل في العضاء الهامة في الجسم أخص هنا العضاء كالكلة كالقلب وكذلك الكبد السلطات الإسرائيلية سيد ساعد تحاول تنفيذ التغذية القصرية بدعوة طباء أجانب ونقابة الأطباء الإسرائيلية ربما رفضت تنفيذ هذا الإجراء كيف يمكن تحقيق مطالب الأسرة بين الإضراب عن الطعام وبين محاولة تغذيتهم القصرية؟ نعم فيما يخص التغذية القصرية فإن عندما تقوم السلطات الإسرائيلية بإجبار الأسرة المضربين عن الطعام على التغذية القصرية فهي بهذا تضرب عرض الحائط جميع الاتفاقيات الدولية التي وقعت لمنوحدة العنف والتعذيب ونحن نعلم أن التغذية القصرية حد ذاتها هي نوع من أنواع العنف والتعذيب وقد استخدم سابقا على مر العصور التغذية القصرية لتعذيب الأسرة وبالتالي عندما ترفض نقابة الأطباء الإسرائيليين هذا القرار هذا يؤكد بأن التغذية القصرية هي تعذيب ولا تأتي لمصلحة الأسرة المضربين وهنا قالت إسرائيل بأنها ستستجلب أطباء أجانب ليقوموا بهذا العمل ونحن نقول بأن سنلاحق هؤلاء الأطباء الذين سيحضرون ويقومون بهذا العمل سنلاحقهم من عبر محاكم الجينيات الدولية في دولهم حتى إن أمكن ذلك فيما يخص سؤالك الآخر عن كيفية ضمان استمرار الإدراب ونيل المطالب نعم نقول بأن على الأسرع المضربين الاستمرار بإدرابهم حتى نيل المطالب عليهم الالتفاف سويا ومعا عليهم أن يثبتوا على موقف واحد جميعهم يتوحدون داخل السجون هذا من جهة من جهة أخرى هناك العديد من المؤسسات الدولية والمؤسسات الحقوقية التي توجد هنا في الداخل في فلسطين والتي تتابع الأوضاع من الخارج على المجتمع الفلسطيني وعلى هذه المؤسسات أن تلتف معا وتشكل وصيلة ضغط على السلطات الإسرائيلية من أجل تلبية مطالب الأسرع المضربين لا من أجل أن يتم تغذيتهم قصريا أشكرك جزيرة شكرة الدكتور والناشطة للحقوق سائد البلبيسي كنت معنا من أرام الله كشف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومات الإسلامية حماس إسماعيل هنية عن تمكن الأجهزة الأمنية في غزة من اعتقال القاتل المباشر الذي نفذ عملية اغتيال الأسير المحرر القائد مازين فقها قبل شهر ونصف واتهم قوات الاحتلال بإعطاء الأوامر للتنفيذ عملية الاغتيال وأضح هنية خلال مؤتمر صحفي عقده أمام منزل الشهيد فقها أن المجرم أدى للأجهزة الأمنية باعترافات واضحة وكاملة وأكد هنية أن الحركة ستنفذ في القاتل وكل من شارك في هذه الجريمة القصاص العادل على قاعدة العدالة الثورية قررت قيادة عمليات بغداد العسكرية رفع العشرات من نقاط التفتيش والحواجز المتحركة في جانب الكرخ من بغداد ويأتي القرار كما يقول القادة الميدانيون بعد تحقيق الأمن النسبي الذي شهدته العاصمة ومن المقرر أن يخفف هذا الإجراء من الزحامات المرورية الخانقة التي تشهدها بغداد منذ سنوات أكثر من ثلاثين نقطة تفتيش ثابتة وقرابة المائة وخمسين نقطة أمنية مؤقتة هي جزء من القوة الأمنية في جانب الكرخ ببغداد قررت قيادة العمليات العسكرية التابعة للعاصمة العراقية سحبها من الشوارع القادة الأمنيون يرون في التحسن الأمني النسبي مبرر لرفع هذه القوة العسكرية التي تواجدت لسنوات في الشوارع الرئيسية لبغداد إجراءات قيادة عمليات البغداد جاءت متوافقة مع دعوة المواطن العراق الذي كان غالبا ما يشكو زحمة الكثيرة وعدم استطاعة الوصول لا إلى ماكن عمله ولا تنفيذ حاجاته واليوم أصبحت هناك حاجة ملحة لعدم وجود جدوى كبيرة من تلك السيطرات التي أصبحت معارقلة أكثر ما هي نافعة اعتاد الناس هنا الوقوف في طوابير أمام هذه السيطرات لساعات طويلة وإعاقة المرور ما يشكل عامل ضغط حياتي يضاف إلى هموم البغدادين بالنسبة للسيطرات حاليا وجودها ضروري بس مو بها الكثافة يعني يعني مو بها الكثافة وأمشي نوعية السيطرة يعني نوعية السيطرة مرات آني من الناس أشوف سيطرات لا أبالي يعني يعني وقلت لك يا أهم شي تعاون المواطن المواطن المفروض أول شي هو يحاسب نفسه تحديات أمنية جمة إذن تواجه الأجهزة العسكرية سواء في بغداد أو بقية مدن العراق حيث القوات تضع الأصابع على الزناد بشكل مستمر خاصة وأن الجهود الاستخبارية لم ترقى لمستوى الطموح بعد بحسب خبراء الأمن باشرت قيادة عمليات بغداد سحب جزء كبير من القوة العسكرية التابعة لها من الشوارع لتوزيح بعض الهم عن كاهل السكان لكن ثمت هموم أخرى تتعلق بحواجز كونكريتية لا تزال قوات العسكرية تستعين بها لإغلاق الشوارع والمنعطفات لمنع العنف من التسلل إليها شفيق عبد الجبر التلفزيون العربي بغداد في العراق أيضا أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودة مقتل العشرات من عناصر التنظيم المسمى بالدولة الإسلامية وتدمير آلياته خلال توغل قوات الشرطة في حي الاقتصاديين في الموصل من جانبه أكد قائد قوات العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب اللواء الركن معنى السعدي أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد التحرير حي الإصلاح الزراعي في الساحل الأيمن لمدينة الموصل وقال السعدي إن ما تبقى من أحياء بيد التنظيم في الساحل الأيمن من المدينة لا يتجاوز عددها العشرة بينها أحياء الاقتصاديين والسابع عشر تموز والرفاعي والعريبي والنجار فضلا عن الزنجيل والشفاء والمدينة القديمة هذه النشرة مستمرة وتتابعون فيها أيضا بوتيراش يعلن عن خطة جديدة لمعالجة الوضع الإنساني في الصومال ويشدد على ضرورة تنسيق العمليات العسكرية في مختلف مناطق البلاد أنقذ حرس السواحر الليبي نحو خمسمائة مهاجر من جنسيات مختلفة بينهم مئتان وسبعة وسبعون مغربيا كانوا على متن قارب قبالة مدينة صبراتا غربي البلاد وقال العميد يوب قاسم الناطق باسم البحرية الليبية إن العملية تمت على بعد تسعة عشر ميلا بحريا قبالة صبراتا مشيرا إلى تعرض حرس السواحر إلى إطلاق نار من قبل المهربين إلا أن ذلك لم يسفر عن وقوع إصابات واقتد المهاجرون إلى قاعدة طرابلس البحرية حيث قدمت لهم مساعدة إنسانية من الهلال الأحمر الليبي وأعضاء منظمة الهجرة الدولية قبل نقلهم إلى مراكز احتجاز في العاصمة الليبية أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش عن خطة جديدة من تسعمائة مليون دولار ستعد قبل نهاية السنة لمعالجة الوضع الإنساني في بلد مثل الصومال خلال افتتاح المؤتمر الدولي حول البلاد في لندن وأشدد الأمين العام للأمم المتحدة أيضا على ضرورة تنسيق العمليات العسكرية التي تنفذ في مختلف مناطق الصومال وإنشاء جيش موحد عدد الصومال على النهوض مشاركة فاعلة لعدد من بعض رواساء الدول الإفريقية خاصة المجاورة للصومال وبمشاركة نحو 40 وفدا ومؤسسة دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وجامعة الدول العربية بحضور وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فدريكا موغوريني المؤتمر عقد برعاية الحكومة البريطانية والأمم المتحدة والحكومة الاتحادية الصومالية بقيادة الرئيس محمد عبدالله محمد الذي تولى السلطة في فبراير شباط الماضي بعد عملية انتخابية ساندها الغرب المؤتمر يهدف إلى تحفيز المجتمع الدولي لزيارة إسهاماته من أجل التصدي للأزمة الإنسانية وكذلك للتوسط في اتفاق أمني تتحد بمجبه القوى المختلفة لتشكيل جيش وطني صومالي فعل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزامي قالت في خطابه الافتتاحي للحاضرين إنه يجري إعداد خطة تهدف إلى توحيد الجيش الحكومي في الصومال مع القوات الإقليمية المتمركزة في أرجاء البلاد لقتال حركة الشباب الإسلامية المتشددة بدلا من قوات الاتحاد الإفريقي التي تتزايد أعباؤها حركة الشباب زادت هجمتها إلى ثلاثة أضعاف على مقدشيو والقوات الصومالية ليست لديها القدرة على أن تتولى بنفسها مسؤولية الأمن من جانبه الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريس شدد على ضرورة تنسيق العاملات العسكرية التي تنفذ في مختلف مناطق البلاد وإنشاء جيش موحد فيما طالب بجمع نحو 100 مليون دولار من أجل إعادة بناء البلاد قدمنا صباح اليوم خطة استجابة إنسانية معدلة تسعى إلى جمع 900 مليون دولار إضافية حتى نهاية العام وعلينا أيضا أن نتباحث بخصوص الخسائر التي نتجت عن الجفاف والصراع المسلح أكثر من 6 ملايين شخص يعيشون في الصومال بحاجة ماستة إلى المساعدة الصومال التي تتمتع بموقع استراتيجي في القرن الإفريقي كانت تعرف سياسيا على أنها دولة فاشلة وذلك لانهيال نظامها السياسي والاقتصادي حيث تشهد البلاد أعمال عنف منذ 91 ولتزال غريقة في فوضى من آثار جفاف شديد ترك أجزاء من البلاد على شفى المجعة أعلنت قيادات بالحرك الجنوبي اليمني تشكيل مجلس سياسي انتقالي لإدارة المحافظات الجنوبية التي تمت استعادتها من قبضة الحثين برئاسة محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي وجاء تشكيل المجلس على خلفية صراع في صفوف الحكومة الشرعية بمحافظة عدن وذلك بعد إقالة الرئيس عبدرب منصور هادي للزبيدي ووزير الدولة هاني بن بريك وأضم المجلس المعلن أربعة محافظين من المحافظات الجنوبية ووزيرين نقل والاتصالات في الحكومة الشرعية هذا ولم يصدر أي تعليق من جانب الحكومة الشرعية حيال تشكيل المجلس قال مسؤول بارس في الإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب وقع اليوم أمرا تنفيذيا يهدف إلى تعزيز الأمن الإلكتروني للحكومة الاتحادية وحماية البنية التحتية الحيوية للبلاد من الهجمات الإلكترونية مراقبون وصف الأمر التنفيذي الموقع بأنه أول إجراء مهم يتخذه ترامب لمعالجة ما يسميه أولوية عليا لإدارته خاصة بعد أن كان القرار قد تأجل طويلا حول الموضوع معنا من واشنطن مراسلتنا ريمة أبو حمدية إذن ريمة ما الذي سيترتب عن هذا الأمر التنفيذي الجديد الكثير من الأمور للإدارة الأمريكية ولكافة الوكالات سواء الأمنية العسكرية أو ما يتعلق بالأجهزة التنفيذية في الولايات المتحدة كلها مشمولة في هذا القرار وما الذي يجب أن تفعله لحماية الأمن الإلكتروني الأمن المعلوماتي للولايات المتحدة كما ترون هذا هو القرار الذي وقعه اليوم الرئيس الأمريكي نحو 14 صفحة تتحدث بالتفصيل عن ما يجب أن تقوم به الإدارات المختلفة لحماية الأمن الإلكتروني في الولايات المتحدة وليس فقط في الولايات المتحدة وإنما أيضا فيما يتعلق بالعلاقات الدولية بشكل عام هذا القرار جاء كما يقول مراقبون متأخر جدا كان الرئيس الأمريكي قال أنه يوقع عليه في الأيام الأولى من وصوله إلى البيت الأبيض كان من المفترض أن يكون هناك قرار في كانون الأول بعد توليها المنصف في البيت الأبيض ولكن تأجل للحصول على معلومات أكثر من الإدارات المختلفة وليكون لها بعض أو لتضع بعض التفاصيل والنقاط التي تريد أن تكون موجودة في هذا القرار الذي وقعه الرئيس الأمريكي اليوم هذا القرار لا يختلف كثيرا عن القرار السابق الذي كان الرئيس ترامب يريد أن يوقع عليه وإن جاء فيه بعض الاختلافات الكثير من هذا القرار كان مشمولا في القرار السابق ولكن هناك بعض الاختلافات مثل هذه الاختلافات هذا القرار يضع مسؤولية حماية الأمن الإلكتروني ومراجعة ما يتعلق بالأمن الإلكتروني والأمن المعلوماتي على رؤساء الوكالات الفيدرالية على الوكالات الالتزام بالقيود التي وضعتها أو التي وضعها المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا لتقييم المخاطر وتقديم التقارير اللازمة للرئيس الأمريكي أيضا هذا القرار يضع جزء كبير من المسؤولية مسؤولية الأمن الإلكتروني على أو بيد العسكر بيد الجيش الأمريكي وهذه النقطة بذات كانت محل خلاف كبير مع المؤسسات المدنية مؤسسات المجتمع المدني التي تطالب أن لا يكون للجهاز العسكري اليد الطولة فيما يتعلق بالإنترنت يقولون قد يؤدي هذا إلى زيادة المراقبة على المواطنين الأمريكيين ولكن هذا القرار يعطي أو يلقي بالكثير من المسؤولية بيد العسكر أيضا هذا القرار يدعو إلى تطوير قطاع الأمن الإلكتروني والأمن المعلوماتي وذلك عن طريق تطوير الأجهزة والمعدات ولكن أيضا باستقدام وتوظيف موظفين مؤهلين لقيام بمثل هذا الأمور ولكن هذا الأمر بالذات يعيقه بشكل كبير القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي في السابق والذي يمنع من توظيف موظفين فدراليين جدد وبالتالي من غير المعروف كيف ستتعامل الإدارة الأمريكية مع هذه الرما هل هناك أي تفاصيل بشأن أي بلدان يشمله هذا القرار هنا نتحدث عن الصين التي تهمت في أكثر من مرة بمحاولة اختراق النظام معلوماتي الأمريكي وكذلك الولايات الروسية التي ربما تهمت أيضا بتدخلها في الانتخابات الرئاسية السابقة باختصار لو سمحت يتحدث هذا القرار كنت أطلع عليه مباشرة قبل بدء هذا المباشر يتحدث هذا القرار عن العلاقات مع الدول الخارجية فيما يتعلق بالأمن الإلكتروني كان هناك مؤتمر صحفي لمستشار الأمن الإلكتروني للبيت الأبيض والذي قال أن هذا القرار الجديد يأتي بشكل كبير مبني على توصيات الإدارة الأمريكية السابقة ولكن خفض خلال هذا المؤتمر الصحفي من ما يتعلق بالتخاصم مع روسيا إذا شئت تسميتها كذلك فيما يتعلق بالأمن الإلكتروني سوف أطلع بشكل مفصل أكثر حول ما يتعلق بالصين ولكن هذه الإدارة الأمريكية كانت ترى في صين خصم مالي وخصم فيما يتعلق بالأمن المعلوماتي أشكرك جزيلا شكرا ريماء أبو حمدية من واشنطن بيتام النشرة السلام عليكم ورحمة الله